السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معاكم أمي مياه لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معي في القناة وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معي في القناة أحباتي في الله ياريت تشتركوا معي أكتر وتتواصلوا معي أكتر عشان بإذن الله تعالى يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالى النهاردة هنتكلم عن رؤية الكرسي للمرأة المتزوجة في المنام على ما يدل ده اللي هنعرفه النهاردة بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسولنا بالنسبة رؤية الكرسي للمرأة المتزوجة لو شافت نفسها ان هي قاعدة على كرسي والكرسي ده مرتاحة عليه وهي قاعدة عليه ده بيدل عليه ده بيدل على ان فيه في الفترة القادمة ليها استقرار في حياتها الأسرية بعد ما كان فيه خلافات بينها وبين زوجها وبين كمان أهل زوجها وان كانت الفترة السابقة ليها كانت فيه مشاكل مع زوجها وأهل جزها وان الفترة القادمة ليها فيه استقرار في حياتها الأسرية بأمر لا تعالى وان كمان هتحصل على المنزلة الرفيعة في منزل زوجها وان هي هيعلو شأنها وان زوجها هنا هيبقى في استقرار نفسي بين وبينها ان شاء الله بإذن الله تعالى وهتنول الرفعة في منزلها وان هي بعد ما كان في خلافات الخلافات دي هتزول والهموم هتزول والمشاكل هتزول وان هتبقى لقتها هتتحسن بينها وبين زوجها وبين اهل زوجها بأمر الله تعالى دي كان بالنسبة لرؤية المرأة المتزوجة وجلوسها على كرسي ودي كانت رؤية تفصيلية ليها وارجو المشاركة ولو اي حد عنده استفسار عن اي حين ياريت يبعتولي في التعليقات وانا ان شاء الله بإذن الله فاصرهوله بأمر الله تعالى بشكركم جدا جدا على حسن استماعكم لي وارجو المشاركة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة